قصص وعبر قصص وعبر مستنعي إذاعة الحياة من القيروان مرحبا بيكم في حكمة اليوم أكيدا كما سمعت بالمثل القايل عاد بخفي حنين أما مش بالضرورة كل اللي يعرف المثل يعرف قصته ولكن مهم نعرفوها حنين كان يختم إسكافي في مدينة الحيرة بالعراق إسبابتي بعميتنا اليوم كان مشهور بصناعته إتقانه وخبرته في يوم الأيام مر قدام دكانه أعرابي ربطت بعيره بجانب الحنوت ودخل الحنين يسهل فيها الأحذية المعروضة ويدقق فيها عجبه صبات دال أعرابي بالتقليب والجدال والمساومة باهتمام كبير وبعد ما اخذها برشة من وقت حنين هز الأعرابي بعيره من غير ما يشري ومن غير سباب العدم الشيراء على خاطر حنين ما قصرش معه تغشش حنين من هذا التصرف وقرر يلقن الأعرابي درس خذ حنين هاكي الفردين متاع الصبات اللي عجب الأعرابي وخلطت من ترك أخرى سبك وحط الفردة الأولى في الطريق والثاني على بعد مسافة مناسبة للخطة وتخبه في بلاسة يشوف منها اللي بيش يصير الأعرابي وعند موصلة العرابي القال فردة الأولى قال عجب قدش تشبه الصبات اللي ريتو قليلة شوية أم خسارة فردة واحدة وخليها وواصل اثنيته وبعد مسافة باهية القال فردة الثانية من اللي رحى قال آه هذي الفردة الثانية ظهر اللي يمول الصبات تحت منه لولى وبعد تحت الثانية وبسرعة من غير تفكير اخذي الفردة الثانية وربطت الناقة في البلاسة ذيكا ورجع يجري للولى جرى حنين واخذي الناقة وهرب بها كرجع الأعرابي ملقاش الناقة لوج لكنه غير أي أثر فعاد بخفة حنين وكل واحد يسئل أجاب فلان من سفرته المرة هذه يقولوله عاد بخفة حنين والحكم من المثل وحكايته حكم نعم برشا حكم لولى لا تطلع إلى ما في يدي غيرك بغير حق والثانية تعلم أن تميز بين المهم والأهم والثالثة العبد حر إذا قنع والحر عبد إذا قنع قصص وعبر قصص وعبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة